السلام عليكم باش ماننسيين. يا ربكم جميعا بخير ان شاء الله هنتكلم عن عنوان مسائل اللي بتربط الشابتر بتاع البينوميال مع الشابتر بتاع البورشا فريكشنز. عشان نجيب مسلا عدد حدود مسلا معينة او حد معين بينه. هنا الاقزامل اللي معانا هنا ده يقول عايز المعامل بتاع الاكسبور وعايز يعرف امتى الاكسبانشن فاق. احنا قلنا عليه شرط التقاري. ففي البداية هو منديك الفراكشن اللي بقى قدامك اهو. 16 اكس زائد 7. وعندك 3 اكس زائد واحد. قوس متقرر مرتين و اكس زائد اثنين. زي ما قلنا هنا عندنا مراجعة سريعة اول حاجة. هل الديجري بتاعت الباست اقل من المقام اه هنا ديجري واحد اما هنا كام هيبقى ديجري تلاتة. تاني كونديشن معنا. هل المقام متحل اللي اه بالفعل المقام متحل طيب عندي هنا كام كوس هيبقى تلاتة. بعد الاول كوس هنا عندنا الحالة ده ده فاكتور ريبيتد. اللي هو لينيور كيس بتاعت اللينيور. فمتقرر مرتين هنقلل منه من الكوس ده واحد تحديم نوصل هنا. وهناخد الكوس الاخير معاني هنا. كده عندنا تلاتة جزور بتاعنا. هنبدأ نفرض ديجري الاقل لفوق. اللي هي ديجريات يبقى ديجري زيرو. اللي هنا دي كده ديجري وان يبقى ديجري زيرو. وكذلك هنا وكذلك هنا. معي اي بي سي. تلات مجاهية اللي يبقى عايز تلات معادلات. طيب هبدأ هنا اوحد المقامات. وزي ما قلنا ابن كده بنكتب الايه? الباست. دايريكت. هكن هنا بنضرب وسطين. طرفين. هكني بضرب المجدار ده. واضربه فين? بضربه في كل المجدار ده. فالتاني في حاجات بيضطر مع بعضها في الاخر هيديك الشكل ده. طيب زي ما قلنا تلات مجاهية اللي بعايز تلات معادلات. فبالتالي هنعوض لأي قيم. وقلنا في قيم سهلة زي مسلا القيم اللي بتطير اي معاملات. انا مش عاوز زي مسلا هنا هنعوض بالسالب اتنين فده هيتير. وده هيتير. هتبقى لي المجدار ده. اللي هو هيطلع في الاخر خمسة وعشرين سي. وانا هنعوض هنا يبقى كام سالب خمسة وعشرين. في الاخر هيبقى معايا السي هتطلع بواحد. سالب واحد. وهيبقى هنا معاوض بال اكس بسالب تلت. ده هيتير وده هيتير. هتبقى للمجدار بتاع الايه. هيبقى الايه بواحد. وهيبقى عندي هنعوض باي قيمة تانية. زي ما قلنا. هيبقى اد اكس بساوي زيرو. هنطلع لي في الاخر البي بي ثلاثة. تمام? زي ما قلنا بنحط في الاخر ما كان ها بالضبط الايه والبي والسي. بشوفو ما ما فين بالضبط. وابده اعوض عن ايه. او كان بتاعتهم فال ايه بواحد. البي بثلاثة وي السي بسالب واحد. بالفعل اعوضنا هنا وبالمقادير دي في الاخر ارتلاع. المجدار النهائي بتاع البورشة فراكشن اللي انا وصلت له. طيب. لحد هنا كده دي كاكت مسألة بورشة فراكشن عادي. وزي ما قلنا. اعرف ازاي دي مسألة بورشة فراكشن عادي او مش عادي على حسب السؤال هنا طالب هو كوفيشن بتاع اكس بور ار. طيب. انا زي ما قلنا مسألة بورشة فراكشن هبدأ قلبها لمسألة باينومي. طيب قلنا مسألة باينوميال سيروم دي كبتاعت لازم يكون عندي حدين. تمام? عندنا هنشتغل هنا بالكيس زي ما هنشوف دلوقتي ان الكيس اللي هتبقى موجود هنا. لو انا قلبت كل كوس هنا. بطلقت فوق عشان في الاخر يديني شكل الباينوميال بتاعي. بطلقت كل كوس. بقى فوق واعكست البور بتاعي بقى بنيجتيف لديم حذر الوع فالتالي هنا كده دلوقتي تبقى نفس الشكل بتاع البورينوميال عندي حدين وعندي الكيس بتاعت اللي هي الان بتبقى جتيف. تمام? طيب. انت حد دلوقتي هنا كده انت فعلا وصلت لشكل لابطانة عندك حدين. onto can يتفكوا طيب بيتفكوا ازاي زي ما قلنا نبدأ نمسك اول واحد ايه الواحده وهنمسك الثاني الواحده هنمسك الثالث الواحده ونفك كل واحد ايه فيهم فبالفعل ده وقت اول قوس هبدأ ماسكوه هبدأ فكو نفكر اتفك ازاي تعال كده افكرك بسريعا كان عندي الشكل العين بتاع البيناميلي سيرم كانوا واحد زائد اكس بور ان قلنا نتكيزي ايه هي الكيس اللي فيها الان بيكون نيجاتيف تمام قلنا ده يبقى لازم واحد ولازم الاكس بقى مقدار اقل من الواحد تمام هو بتفكي ازاي بقى واحد زائد ان في اكس ان في ان نقص واحد على مضروب الاثنين في اكس تربية هنا عندك كم كوس هنا كوسين فبالتالي هنا اتنين وهنا اتنين عندك تلات اقواس يبقى هنا ايه تلاتة وهنا مضروب التلاتة وهنا اكس بور تلاتة وهكذا قلنا الحد فين حد الانفينيتي تمام طيب برضو افكرك بقوني الحد العام هنا لو قلت لك انا انا عايز الحد رقم مسلا تيز اا ار زائد واحد ولكم مسلا الحد العاشر فاحنا هنا كنا بنحط هنا كام انا كنا بنحط تسعة فكان الحد العام تبتمشي ان بان نوعيس واحد نوعيس واحد نوعيس نوعيس ثلاثة تفضل ماشي لحد ما توصل ان نوعيس ار زائد ايه زائد واحد على مضروب الار زي ما قلنا برضو هنا عندك ار اقواس يبقى عندك انا مقدار كام ار اقواس وبالتالي اكس بور ار بقامنا حدين طيب بالفعل هنبدأ نفك الكلام ده يبقى عندك ده مقدار الواحد يبدأ ينزل عندك الان هي السلب واحد وعندك ده كل ده هو مقدار الاكس بتاعك ابدأ عوض هيبقى ان في اكس سالب واحد في ثلاثة اكس ان ان نوعيس واحد هيبقى سالب اتنين عمضروب الاثنين في الاكس بتاعتك هنا قلنا تلاتة اكس وهكذا لحد ما توصل للشكل العام سالب واحد سالب اتنين سالب ثلاثة لحد ما توصل لان نوعيس ار زائد واحد الان سالب واحد وهيبقى عندك زائد واحد فالواحد هيطير مع السالب واحد اللي انت هتطول لان هيبقى لك ايه سالب ار وتنزل عادي مقدروب الار وثلاثة اكس فار ار هتبدأ تصفي الكلام ده كله هتطلقك في الاخر الشكل ده هو تمام طيب نبدأ نمسك تاني مقدار معانا او تاني فاكتور معانا ونبدأ نفكه بنفس طريقة واحد زائد ان هيبقى الان هنا بسالب واحد وهيبقى هنا عندك الاكس الرئيسية زي ما انت بكرنا بالشكل العام هاني السائلين ونا اكس ايه ولا ان ايه فبالتالي هيبقى عندك هيبقى واحد زائد ان في اكس وهيبقى سالب واحد سالب عام ضروب الاتنين بعد المواد الاكس بتاعتك وهكذا مع الكام مع التلاتة عند ما توصل لي الشكل العام اللي هو ان ناقص ار زي واحد لان عندك هنا هتبقى بسالب واحد وهنا واحد فبالتالي الواحد هتبقى مع السالب واحد هتبقى لك جام سالب ار برضه هتبدو تصفي الكلام ده على القلة لحد ما يديك الايه الشكل ده تمام لحد هنا وهنا المجدور اللي هنالاولاني برضو نقوله هيبقى عندك هنا الان سالب اثنين وعندك ده كل ده من جدار الاكس بتاعك هتبقى منش عادي هدي واحد زاد ان في الاكس ان ان ناقص واحد على مضروب الاثنين اكس باور اثنين وهكذا مع الكام مع الحد الرابع بتاعك وبعد كده الحد ما توصل للحد العامة او الحد رقم ار اللي هو بقى سالب اثنين سالب ثالثة سالب اربعة الحد ما توصل لان ناقص ار زاد واحد الان سالب اثنين عندك هنا زاد واحد سالب اثنين زاد واحد بديك كام سالب واحد والنقص اردنز ازا ما هي عندما توصل للشكل ده كده انت فعلا عملت الثلاث مقادير الموجودين عندك هنا انت بالفعل بدأت فكيت كل ايه واحد منه طيب نركز كده هو هنا انا كاتب هناك المسألة بكل الاحتمالات بتاعتها لو كان طالب المفكوك لو طالب المفكوك بس مش حد معين بعينه او الحد العام كنت انت هتكتفي بس اللي انت تكتب له الجزء ده اللي هو بتفك عادي من غير ما توصل للحد العام حد العام انت ممكن تحطوه ممكن ما تحطوهش اماما في الاخر او مفكوك رايح للمنة النهائي تمام طيب هتحط ازاي انت دلوقتي قدرت تحصل على كل مجدار من ده ده المجدار ده هو بتاع واحدة اكس تلاتة اكس كل باور سالب تو يبقى انت عندك كده ده او المجدار تمام خلي بالك وانت بعد ما تتلمي المقادير دي لو هو قالك عايز الفكت او المفكوك بتاع ده كله على بعضه ان انت هتبدأ تعوض هنا يعني لو انت فكت المجدار ده فكت او الفكة دي فانت هتشيله وهتبدأ تعوض بيه فين هنا طيب التاني المجدار ده المجدار ده اللي هو الفكة بتاعته ده خلي بالك وانت جاي تعوض بيها هنا هتلاقي مين هنا جنبك هتلاقي هنا فيه تلاتة فانت لازم تدرب التلاتة دي في كل المجدار ده كله تاع الاكسبانشن اللي قدامك ده وكذلك هنا هتلاقي هنا فيه سالب نص مضروه معاك فين في الاكسبانشن الاخير تمام بالفعل هتبدأ تدرب الكلام ده هنا اوه نبدأ ندرب من التلاتة اوه تلاتة وتسعة وسبعة وعشرين هنا فيه سالب نص فيه اخدنا سالب نص في واحد بسالب نص وكذلك ايه في بقية المقادر كلها حد ما توصل المال نهائي لازم في الاخر ايه تبدأ ايه تختصر كل المعاملة ده يبقى واحد زائد تلاتة نقص نص هتديك كام سبعة الاثنين سالب ستة سالب تسعة زائد اكس على اربعة هتديك تسعة وخمسين اكس على اربعة سالب تسعة وخمسين اكس على اربعة هنا كده برضو كذلك سبعة وعشرين سبعة وعشرين نقص ثم هتديك ربعمية واحد وتلاتين على تمانية وكذلك فين في الترم الاخير لحد ايه ما لا نهائي ده لو طلب المفكوك بس طيب هنا في المسألة هنا هو طالب الاكس باور ار تمام او المعامل بتاع الاكس باور ار طيب هنا انت هنا لو هنا طالب المعامل الاكس باور ار لازم يبقى الجزء ده يبقى معاك وزي ما قلنا خلي بالك ان انت هتدرب هنا هيبقى عندك كل اه اه براكت من دول او كل اه اه تيرم من دول خلي بالك انت هتدربهم في التلاتة والسالب نص معاك لحد الاخر لحد ما توصل ليه التيرم رقم ار تمام معايا اه ما تنساش السالب اللي تبقى موجودة هنا للسالب دي تمام طيب انت دلوقتي وصلت للشكل اللي هو كام مثلا في اول واحد اللي هو الشكل ده طيب ركز معاك كده مش انا هنا كده انا شايف هنا عندك اعايز ابسط الشكل ده لشكل يعني ابسط شوية طيب تعني نشد كده شرطينة طيب ادي مضروب ار اه او مش تمام warming في حاجة انا غير ملاحظ انا هم انظر今天 كام سالب اثنين سالب ثلاتة سالب ا صالب او اربعة الحد سالب ار ناقص واحد طيب انت همش Reverse än كل التيرمات فيها سالب تصدقت ما تاخد طب السالب عامل مشترك خدت السالب واحد عامل مشترك او طيب انا قلت لك ان لو عندك هنا مضروب ار يبقى عدد الاقواس دي تقرر ار مر بدليل هنا ان هنا كان هنا مضروب اتنين كان نقصين مضروب الثلاثة ثلاثة اقواس طيب يبقى دينا كام يبقى السالب واحد تقرر كم مرة اتقرر ار مرة تمام طيب البلك ايه اتنين تلاتة اربعة حد ما توصل في الاخر لل ار زائد الواحد طيب ده كده مش انت هنا كده يعطار هنا في واحد مثل طيب ما واحد في اتنين في تلاتة اربعة حد ما توصل ال ار زائد واحد ده مين ما ده مضروب ال ار زائد واحد صح تمام طيب يبقى المضروب لو عايز افك المضروب ده ده هو مين لو اكني ممكن اقوله بشكل افسط اللي هو مين لو مضروب ال ار مضروب في مين في الاخر في ال ار زائد ال واحد صح طيب طلعت الترمي الاخير يعني من المضروب طيب ما هنا في مضروب ال ار هيبقى فوق وتحت في مضروب ال ار ممكن يروح مع بعض يعني في الاخر هيديك مين السالب واحد باور ار و ال ار زائد واحد وما تنساش هنا مين ال اج تلاتة اكس باور اي باور ار نفس الكلام هنا في الترم رقم اتنين هيبقى عندك هنا كام هيابقى عندك انا السلب واحد سلب اتنين سلب تلاتة كذلك حتى ان توصل لسالب ار اللي هو نفسه مين هتاخد السلب واحد مشترك باور ار هتلاقي بقى لك واحد في اتنين في تلاتة لحد ما توصل ليمين بقى لحد ما توصل الار مشي وهنا مين مضروب anr ، 1 في 2 في ثلاثة لحضoming to Where to look between i and i of 1 هو مين ؟ و حضرت مع مضروب anr من حقك ممكن من you to explain مضروب anr مع مضروب anr ستبقى لك السلب 1 ¯mR-3x¯ 翔 Con You to come by ٥ لنبدأ الثالثة pierwszy الثالثة vener سلب 1 سلب 2 سلب 3 سلب R ويج Mضروب anr أيضا بسبب كيفية هنا بضل Gablar هل سلب C سلب سلب دي سلب واحد عامي المشترك وهيبقى واحد في اتنين في تلاتة لحد ما توصل لالر اللي هو نفسه مضروب الار هيروح مع مضروب الار اللي بتاعت تبالك سلب واحد باور ار و اكس على الاتنين كل باور ار. ده بالفعل اللي هتلاقيه هتكتبنا ادي الكوفيشنت بتاعتك ايه. لاني الحد الاول هو بعد ما خطط طيرنا مضروب الار مع مضروب الار اللي تحت بلك سلب واحد باور ار زائد واحد وثلاثة اكس باور ار. هنا ثلاثة لزن عشان قلنا ما ننساهاش مضروب سلب واحد باور ار وثلاثة اكس باور ار. ناقص انه سالب نص اللي احنا قلنا عليه سلب واحد باور ار. والاكس على الاتنين كل باور ار. طيب. هنبدأ نعمل عملية او اختزال للمعامل او المقدار ده كل. طيب. انا عندي هنا انا نلاحظ ايه. ان السالب واحد كلها باور ار. انا موجودة هنا. وموجودة هنا. طيب. خدها كومن فاكتور او عمل مشتر. طيب. كذلك انا هنا في هنا اكس باور ار. اكس باور ار. والاكس باور ار. والاكس باور ار في تبالي من ثلاثة باور ار. بالفعل. بس سارب واحد زائد واحد. ومضروها في ثلاثة باور ار. كذلك انا نخد العامل ده. وخدت. اتبالي من ثلاثة باور ار. والثلاثة باور ار. لا ممكن اكتبها. ثلاثة باور ثلاثة. ثلاثة باور ار زائد واحد. او لا تلاثة. في ثلاثة باور ار. الاساس واحد ممكن اجمع القص. تمام. طيب. اخر حاجة انا خدت هنا مين? خدت من هنا. السالب واحد. باور ار. والاكس باور ار. هتبقى لك مين? هتبقى لك نص باور ار. وما تنساش انا في كام في نص بره. بره. اللي هي نفس الكايفية ان هيبقى عندك هيبقى نص. فضروبه في نص باور ار. اللي هي تبقى نص على نص باور ار زائد واحد. تمام لحد هنا. وهنا ده هيكون بي السالب. تمام? هنا نلاقي الخطوة هنا معنا. طيب. عملنا ايه هنا بقى? طيب. منت عندك هنا ثلاثة باور ار. وهنا برضو فيه ثلاثة باور ار. وتاخدهم طيب. عامل مشترك. بالفعل خدت ثلاثة باور ار عامل مشترك. اتبقى لها من المجدار ده ار زائد واحد. اتبقى لها من المجدار ده مين الى التلاتة? فعلا ار زائد واحد زائد ثلاثة ناقص مين? ناقص المجدار ده. نزل زي ما هو. بعد كده. عندي هيبقى الواحد والثلاثة هي الاربعة. وصلت للشكل ده. طيب. هنا بيقولك مين? انا عايز الكوفيشن. تقلنا كين من الكوفيشن يعني معامل? المعامل اللي هو الحاجة اللي بتبقى جنب الاكس. فانت عندك ايه ده حاجة اللي جنب الاكس يا مين? هي السالب واحد باور ار. والمجدار ده كل. بالفعل يبقى السالب واحد باور ر. ولمجدار ده كل. يبقى كده الكوفيشن بتاع اكس باور ار. طيب. هنا عندي ملاحظة. طيب انت ممكن تتأكد من حال بتاعك لانت مثلا؟ تعود مثلا **** مثلا بمعامل مثلا . أو تشوف مثلا x باور مثلا اثنين اللي هو هيبقى الحد الثالث بتاعك لو انت جيت اوضت هنا هتلاقي لازم يطلع لك اللي هو الحد رقم ثلاثة في الجنرال انت ايه جمعته هنا ودي يطلع في الآخر اللي هو ده لو انت اوضت بال اكس ايه الار بتعتها باثنين تمام يديك الحد الثالث طيب برضو عندي كزا ملحوظة هنا هنا لو قال لك عايز معامل الحد مية او خمسين او اين كان الرقم ستحط الان او الار هتحطه بكام هتحطه بمية تمام طيب ده كانت معك اكس باور ار حتى هتحط مين انت معاها هتقدر تجيب المعامل بتاع ايه ايه قيمها الاس طب هنا پولك عايز معامل الحد اللي هو اكس باور ايه باور مية اللي هو كان الار بكام الار هتبقى معاك بمية صحة ايه valued صحة طيب طيب تركز معي لو قال لك بقى عايز المعامل الحد المية الحد رقم مية اللي هو الحد المية اللي هو يبقى لن بكامه يبقى لن بتسعة وتسعة ليه عشان خاطر زي ما قلت لك هنا الحد العام لو قلت لك انا عايز المعامل بتاع الحد مثلا العاشر هنا اللي دي ار زائد واحد بس تتيجي تعوض في القناة تبقى كام هتبقى هتعوض بتسعة تمام فانت لازم بتنقص واحد كذلك هنا برضو تلاقي واضح ان هنا عندك هنا قد لاني اكس باور واحد هو الحد التاني اكس باور اتنين هو الحد رقم كامل واحد اتنين تلاتة اكس باور تلاتة هو الحد واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى فعلا الحد مثلا هيبقى رقم عشرة وهيبقى الحد هنا مكتوبنا اكس باور تسعة تمام او الحد رقم مئة هيبقى الحد مكتوب عليه كامل تسعة وتسعين تمام طيب اخر حاجة معي امتى الاكسبانشن يكون valid معي نبص ثاني نرجع لمسألتنا احنا قلنا دايما ان الconvergence condition بتاعنا او الشرط التقارب بتاعنا قلنا لازم هتلاقي ان الاكس دي لازم تلاقي الاكس دي لازم تلاقيها لو هتطلع على خط الابسولوت بتاعتها يعني مش مهتمة باشاريتها سواء بالموجب او بالسالب لازم تكون اقل من الواحد بالفعل انت عندك هنا في الاكسبانشن الرئيسي اللي هو اصلا بعد انت محولته لشكل البينوميال بتاعك انت عندك اصلا كام اكس اصلا معك عندك واحد زي التلاتة اكس قديده كده الاكس اللي معك وعندك هنا نفس المقدار وعندك هنا اكس على الاثنين يعني انت عندك هنا كام عندك هنا اكس ايه للأكس الاولى والأكس التاني كده كده دي هي دي فخلاص هتلاقي المعامل ده طيب خدلي ده في مين ابدأ اخد التلاتة اكس في مقياس اقل من الواحد وخدلي النص اكس على الاثنين برضو في مقياس اقل من الواحد هنا هو في القطوات الثلاثة اكس اقل من الواحد يبا انت عندك الاكس من كام من سالب من الثلت لحد الثلت خدلي المقياس هتلاقي ان كام هتلاقي ان ثلاثة اكس فك المقياس اللي هي واحد ويه سالب واحد ثلاثة ايه سمع الثلاثة هنا وهنا هتديك في الاخر ايه الشكل ده عادي انت ممكن انت سيبها بالمقياس عادي طيب ويه عندك الثانية لها اكس على الاثنين اقل من كام من الواحد صح؟ برضو نفس الكلام هيبقى كام اكس على الاثنين اقل من الواحد ويه اكبر من السالب واحد برضو اضرب في الاثنين وهنا يبقى ادي كام من قياس الايه الاكس او قوية من اكس من السالب اثنين لحد اثنين طيب انا دلوقتي احتفقنا ان الاكس دي هي القيمة اللي ينفع عوض بيها وفي الاخر الاكسبانشون يبقى لي قيمة طيب انت عندك الفترة مرة جات من سالب اثنين لحد اثنين وعندك جات مرة بالسالب تلت لحد التلت هي الجزء اللي هنا ده طيب اخد اني اخد اني فترة من انت عندك فيه جزء لو عوضط له اللي هو الاكسبانشون اللي هو كان فيه التلت ده اللي هو التلتة اكس ده لو جد عوضط له بحاجة مثلا هنا او هنا طيب ده مش محقق الشرط ان هيديك القيمة بتاعت الاكس تبقى اقل من الواحد هيبقى قيمة لها ازهل طيب فبالتالي هتلاقي ان فعلا الجزء الشمال مش بيسوي الجزء اليمين زي ما اتفننا بلكده طيب يبقى أنا هنا لازم ياخد الجزء المشترك اللي فعلي لو عوضط فيه بين المعدلة كلها لازم ان في معادلة كلها تبقى اكون محقق average فهتلاقي ان الجزء ده من هنا ثلتين هتلاقي من السالب اتنين لحد الاثنين وهتلاقي نها من السالب تلت لحد التلت هتلاقي هو الجزء ده وعملت INTERSECTION بين الجزء ايهن ده هتلاقي ان الخط ده هو نفس الخط ده فانت هتلاقي من منطقة ده مشتركة بين الاثنين لها مين من السالب تلت لحد التلت إذا ممكن أن تقول أن يكون لديك كده الـ Expansion Valid في المقياس الـ X أقل من الثلاث أريد أن تكتبها كده أو نكتبها بالشكل هذا أتمنى أن السؤال أو المسألة تكون وضحت أو الطريقة بشكل عام تكون وضحت لو في أي استثار أنا معاكم ربنا يوفقكم بإذن الله السلام عليكم